اهلا بكم في فيديو جديد معيكم هبا من كنوات هبا تيفي النهاردة هنعمل مع بعض طريقة المحشي بطريقة حلوة جدا للمبتدئين كلنا بنعرف نعمل المحشي لكن كل واحدة فينا لها اضافات مختلفة هنعمله النهاردة بطريقتي بطريقة هبا تيفي تابعوني للنهاية وان شاء الله الفيديو بتاعي يا جبا اختيار الكرومب الكرومبة دي الايام دي غالية جدا الكرومبة بحوالي 15 جنيه هبدأ ان انا هحوش الراس بتاعتها وهفرخ كل الورق الاخضر من حواليها لو اول مرة تشتير الكرومب اه اشتير الكرومبة المكتومة بتبقى الورق بتاحها اكتر طريقة السلق بقى اما ان انت تحطيها كده مرة واحدة وتبدأ ان انت تطلعي ورقة ورقة بعد 10 ثواني اول اسهل ليك لو اول مرة تعملي كرومب ان انت تفرغيها تماما وتبدأ ان انت تحطيها في مياه مغلية كل 3 اربع ورقات مع بعض وكل 10 ثواني ياريت تقليبهم مع الجنب التاني فهي بقى اسهل ليكيه فرغتهم زي ما انت شايفين اهو مساء الله الورقة لونها حلو جدا ومش دبلانة عندي بقى هنا حالة كبيرة فيها مية بتغلي وضفت عليهم معلقة ملح ومعلقة كمون ممكن كمان تستغني عن معلقة الكمون لكن انا بحب معلقة الكمون بتدي ناجها حلوة جدا لمية الكرومب حتى لو دلقتيها في حوت او اي حاجة بتعملش روايح كريهة هحط بقى كل 3 اربع ورقات كده مع بعض وكل 10 ثواني هبدأ ان انا نقلبهم مع الجنب التاني علشان خاطر ما يطوروش مني طلعيهم بقى في طبق كبير او في سنية بحيث ان هما يتهووا ما تقطعهمش الا لما يبردوا تماما هخلص بقى كل الكمية اللي معايا وبعد كده هوريكم وبعد كده هنعمل ايه يبقى الطريقة سهلة جدا وما تقلقيش لو حبتعملي كرومب او ان انت هتخضي طول النهار فيه مش هياخد معاك اكتر من 10 دقايق في السلق بتاعه خلصت كل الكمية اهو بدأت ان انا بقى هقطع كل ورق على حسب الطول بتاعها او على حسب ما انت حب ان انت تقطعيها قد ايه خلصت بقى كل الكمية كده هحطها فوق بعضها وحطها في التلاجة لحد ما هنعمل مع بعض التسبيكة اللي كل واحدة فينا ليها فيها سر مختلف عندي حالة على نار فيها حبة حلوين كده من الزيت وعندي باسلتين كبار مفرومين هنزلهم عليها يا دوبك ان هما هيتبالوا ومش هيحمروا انا بحب تسبيكة المحشي بتكون تسبيكة حلوة كده تقيلة لونها احمر ما بتبقاش ناية كل واحدة بتعملها بطريقة مختلفة الطريقة دي حلوة جدا بيفرق في الطعم جامل هسيبها تتبع حوالي دقيقتين تلاتة كده وهنزل عليهم بشريح الفلفل الاحمر والفلفل الاحمر ده بيفرق في الطعم بيديك طعم حلو جدا واللون كمان بيبقى بتاع التسبيكة احمر كده وجميلة هو رغلكم دلوقتي عندك بقى عصير طماطم دي فيه انا عندي تسبيكة حمر كده متخدعة ضفت عليها معلقة من البابركة وصيبتها حوالي عشر دقيقة بكون مجاهزها في التلاجة اي ظروف زي دي بتاخد معايا ما بتاخدش معايا اي وقت عشر دقيقة بالضغط وشايفين اللون حلو قد ايه هتعرفيها السبكة من ايه بتلقى الزيت بتاعها كده رافع عن الطماطم او التسبيكة والشكل بتاعها بيبقى جامل المحشي عندي ما بيحبش اضافات كتيرة او بحب ان انا اضيف له اضافات كتيرة بيضيف معلقة من الكمون بابركة وشطة وده اختياري معلقة الكزبرة والسبع بهارات ومعلقة الملح هاللبن بقى كده مع بعض وبعد كده هجهز الكزبرة والشابت اللي معايا ما بيحبش اضيف اي اضافات تانية ازلت بنص الكمية والنص التاني هنزل عليه بعد ما هضيف الرز انا عندي هنا رز مخصوله من قوع مصطفي تماما من المياه ضفت الرز وبعد كده هطفي النار بقى علشان خاطر الرز اللي معايا مايستويش هنزل بنص الكمية المتبكية معايا من الشابت والكزبرة وهقلبهم بقى كده على جنب وبعد كده هضيف اضافة بسيطة جدا وهي معلقة الفلفل اسود هقلبهم بقى كده وهسيبهم على جنب يبردوا تماما عبال مجهز معنا الاوراق بتاعتي عندي حلة فيها شوية حلوين من الزيت نزلت عليهم بالاوراق يدوبك اللون بتاعهم او لون الجلد بتاعهم يتغير يدوبك ياخدوا صدمة بسيطة جدا وبعد كده هضيف عليهم طماطم وفلفل وبصل حبة تضيفي جزر او اي اضافات تانية او اي اغدار براختك معلقة كبيرة من الكمون وكزبرة ومعلقة مرح واحيرا ورق اللورا انا نسيت احط حبهان مع انه كان موجودة عندي برضو بيفرق شوية وبيحوش اي زفورة مع ان انا اغسل فرق كويس جدا بس برضو الحبهان بيفرق شوية في الشربة جبت بقى هنا اه ورق المحشي اللي معايا وهارسته قدامي كل عشر ورقات وهضيف على كل واحدة حبه حلوين من الخلطة اللي احنا عاملينها ونسي بقى ومشي ياخد معاك بوقتي تماما شايفين ما شاء الله اه كل صابع ماسك بعضو كده اه حبه ان انت برضو تعمليه رفيع او تخين على حسب ما انت حبه اه الكمية كلها خلصة تهين بخلتش معايا وقت وكمان الفراغ بتاعتي استوت اخدت حوالي 15 دقيقة هطلحها بقى كده في السنية واسيبها تبرد وبعد كده هنعمل لها خلطة بسيطة جدا يعني ترجعها كده الايام زمان بيبقى الطعم مختلف شوية انا مش عايزها ما شوية ولا اي حاجة ضفت معلقتين من السلسة معلقتين من السياسوس ومعلقة صغيرة جدا من الملح هجيب بقى الفرشة بتاعتي وهدهم بقى بالخلطة دي على الاوراق وهدخلها على الشواية مش هضيف او مش هفتح الفرن يدوبك الشواية ياخده لون بسيط جدا شبيه كده للفراخ المشوية بيبقى الطعم مختلف شوية تصدقيني اعمالي الطريقة دي لأي لحمة عندك عندك برضو فرخة عايزة تعمليها بالطريقة دي ديفي عليها الاضافة دي وحطيها في كيس حراري وحطيها في الفرن مش ياخد معاك ثواني وان شاء الله هتبقى حلوة جبت بقى صنية عندي او جيريلا وضفت عليها بصل وطماطم شرايح وفلفل ورصيت بقى الراس الجامدة اللي ان شايفين هدي ان شاء الله المحشي معاك هيتحطيه في صنية او في الجيريلا وتبدأ ان انت تقلي به كده بعد ما يستوي هيبقى الشكل هايل الشربة بقى انا حطيته على النار وهبدأ ان انا هحط الشربة بتاعتي لكن اخر طبقة في المحشي مش هضيف عليها شربة يعني اخر طبقة كده متحطيش عليها شربة متخليش الشربة بينها منها هياخد معاك بالزبط خمستاشر دقيقة على نار هادية خمس دقيقة على نار عالية وبعد العشر دقيقة المتبقيين هتطفي عليهم النار او هتوطيها تماما اقليبي بقى المحشي بتاعك ولا اجدحها شي بوراك ولا الكلام ده كله بقى الفهنة والشفة لكل اللي هيجرب الطريقة دي يارب اكون قدرت افككم حبيب قلبي اشوفكم على خير في حلقة جديدة من حلقات هيبا تيفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر